حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه فقال لتقربه فرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلف به الناضح وجعله في كرشه